اشتركوا في القناة 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 او النا ففينا نحفظ عبارة the message I have spoken ونستخدمها بعباراتنا الخاصة وبكلمنا الخاص ايضا فينا ناخد the verb to join to join يعني ان يضم join together يعني انتو منضمين سوا فالكلمة اللي فينا ناخدها هي the verb join ان ينضم يعني ان يتجمع سوا to join ان ينضم ايضا وقتا كنا عم نكفي المقطع قطعنا على اية when you're joined with me and I with you you with me and I with you كان فينا نرخصها بwhen we're joined with one another يعني وقتا كنا احنا مجموعين مع بعضنا البعض وهي دي سبق واخدنيها بالpronouns انا وانتو فايزا فينا ناخد when you're joined with me and I with you ونحولها لwhen we're joined together او when we're joined with one another يعني وقتا نكون نحنا مضمومين على بعضنا البعض او وقتا نكون مجتمعين سوا ايضا فينا ناخد عبارة relation وقتا نحكي عن علاقة معينة سواء كانت علاقة عملية او علاقة عائلية ونستعمل كلمة relation او relationship وايضا كلمة intimate intimate يعني حميمة وclose relationship او an intimate relationship عم نحكي فيه عن علاقة معينة حميمة ايضا اطع معنا الverbs separated separated او to separate ان يفصل separated يعني مفصولين ونحنا عم نحكي فيها بالماضي اضفنا الى ايدي separated يعني مفصول وايضا اطع معنا verb to produce to produce يعني ان ينتج او ان يأتي بثمر يعني يكون له نتيجة يجيب نتيجة ايجابية فاذا you can't produce a thing يعني ما فيه content ونحنا فينا ناخد كلمة produce او فينا ناخد عبارة you can't produce a thing وتكفو وتعطو السبب ليه بتاعت انه شخص منه قادر ينتج امر معين ايضا فينا ناخد عبارة my words واتا بقول يسوع my words are at home in you واتا تكون كلماتي تمكث فيكم ففينا ناخد my words كلماتي وايضا فينا ناخد verb to ask ان يطلب ولسنتو فهو عم بقول انه whatever you ask شو ما بتطلبه whatever you ask will be listened to يعني سيسمع لكم and acted upon to act upon something يعني انه ينفذ الامر او ينفذ الشيء اللي تكلمته فيه ففينا نقول whatever you ask will be listened to and acted upon واني اخدها كعبارة نستخدمها بوقت لاحق وقتا نكون عم نقول انه شو ما بتطلبه او شو ما بتقوله رح يسمع لكم وينفذ على هيدا الاساس وانا هلأ انا وانتو مننتقل سوى لفقرة vocab فاذا مشاهدينا بحلقة اليوم رح نكون عم نكفة بفقرة vocab ونحكي عن الموضوع اللي سبق وبدأنا فيه وهو كتابة الرسائل لكن اليوم رح كنا عم بحكي عن رسائل البريد الالكتروني او الايميلز اول امر اللي يجب فصلكون هو انه الايميلز او البريد الالكتروني سواء كان كنا عم نبعث ايميل كبزنس كعمل او عم نبعثه لقرايب واصدقاء بزنس ايميلز are usually يعني هنه عادة more informal than letters يعني هنه اقل رسمية بالعادة من الرسائل فايزا وقتا نكون عم نكتب ايميلز فينا نكتبها بطريقة اقل رسمية قليلا من الرسائل رح كون اليوم عم بعطيكم بعض التبس بعض النصايح اللي فيكن تتبعوها وقتا تكونوا عم تكتبوا ايميلز او بريد الالكتروني وانا بنصحكم مشاهدينا انه تطلعوا على الحلقات السابقة اللي تعلمنا فيها كيف نكتب رسالة رسمية وغير رسمية لتاخدوا المزيد من الافكار اول نقطة الطريقة المتعارف فيها the conventions for starting business ايميلز يعني طريقة المتعارف عليها لاستخدام او لبدء الجملة او لبدء الحديث بbusiness ايميل او ببريد الالكتروني خاص بالعمل بتختلف على الرغم من انه بالعادة تستخدم الاسماء الاولى حتى بالbusiness لانه ايميل لانه هو متل ما سابق قولنا هو غير رسمي هو اقل رسمية من الرسائل مش من الضروري انه نستخدم كلمة دير وقتا نكون عم نبعث رسالة بالبريد الالكتروني لكن من المحبث والاكثرية من الناس بيبدأوا الايميل طبعا بعبارة دير وبكفو بيذكر اسم الشخص يلي عم يبعتوله ايميل عادة المحتوى تبع البزنس ايميل المحتوى الخاص بالبريد الالكتروني لازم انه يكون مختصر على قدر الامكان كلمة لنوصل فيه الفكرة باسرع وقت ممكن اذا كنتوا عم بتضيفوا اي امور متعلقة بهيدا الايميل منذكركم انه لازم تحطوا وتشملوا هيدا الامر يعني لازم تقولوا مثلا خلينا نقول حيال لدوكيومنت انتوا عم ترفقوه يعني عم تقولوا انه نحن رح يكون مرفقين مع هيدا الايميل اتاتشمنت لدوكيومنت معين لملف معين وبهيدا الطريقة انتوا عم تعلموا الشخص يلي عم يطلع الايميل انه فيه اضافة لهيدا الايميل هو بحاجة انه يفتحها وينظر لأله فاذا بنص الايميل تبعكم يعني بنص الايميل الخاص فيكم لازم تتأكد وتحرص على انه تذكروا انه انتوا اضفتوا لهيدا الايميل مرفق فيه بعض الملفات لحتى تختموا بريد الايميل خاص فيكن تستخدموا التعابير نفسه لاخدناها بالنسبة لل informal letters يعني للرسايل غير الرسمية اما لاجل انه تختموا ال business emails فيكن تستعملوا بعض العبارات الاتية مثلا فيكن تقولوا regards او kind regards يعني تحياتي او فيكن تستعملوا best regards او with kind regards فيكن تستخدموا اي من هيدا الاربع جمال كلمة التي تنهو فيها رسالتكن اذا كانت business email نستعمل regards kind regards best regards او with kind regards بالemail للbusiness انتو بحاجة انو دايما تتذكروا انو تذكروا اسمكن الكامل والشركة اللي عم تبعتوا منها وبعض التفاصيل اذا الشخص بحاجة انو يتواصل معكن لاحقا وراحكون اليوم بالحلقة عم جرب احكيكن عن عشر نصايح اساسية باللغة الانجليزية لحتى تكتبوا email او بريد الكتروني محترف اول نقطة always fill in the subject line with a topic that means something to your reader يعني دائما املأوا العنوان طبع الاميل بموضوع بيعني امر ما للقارئ يعني ما فينا نحط عنوان عادة او فينا نحط high ويكون المحتوى طبع الاميل امر مختلف بحاجة انو نحط عنوان ملائم لكل the subject line with a topic that means something to your reader يعني بموضوع بيعني امر ما للقارئ تاني tip او تاني نصيحة رح عطيكم اياها put your main point in the opening sentence يعني حطوا النقطة الاساسية بالجملة الافتتاحية يعني النقطة اللي بيتمحور حولها كل الاميل حطوها باول جملة ليش لانو most readers won't stick around for a surprised ending يعني معظم القراء ما رح يبقوا يقروا ايميل طويل اللي بالاخر يوصلوا لمفاجأة الحفلة او لنهاية المفاجئة بحاجة انو تحطوا الموضوع الاساسي بالجملة الاولى كرميل للشخص اللي عم بيقرأ يعرف شو موضوع هيدا البريد الالكتروني ايضا بذكركم to never begin a message with a vague this يعني ما تبدأ اول مرة بريدكن الالكتروني تحكوا عنه كونوا محددين بكلامكن مثلا this needs to be done by five شو هو this ما عرفنا البروناون لشو بيرجع بما انو الايميل هو امر رسمي نحنا بحاجة عالقليلة انو نبعط شو السبب او شو الموضوع اللي نحنا عم نتكلم عنه فما تستخدموا كلمات مبهمة بل كونوا واضحين بتعبيركن ايضا رابع نقطة بدقلكن ياها don't use all capitals or all lower case letters يعني ما تخلوا الايميل كله يكون مكتوب بالcapitals يعني بحرف كبير ولا يكون كله مكتوب بحرف صغير بالlower case letters خلي انو يكون الايميل مكتوب بطريقة professional يعني منبلش بcapital وقتا نكون عم نبدأ الكلمة او نبدأ الجملة او نكون عم نحط noun نبدأ فيه بcapital بغير هيدا الحالة نستعمل lower case ويكون الايميل مرتب خامس تب رح اعطيكم ياها as a general rule كقاعدة عامة please avoid text talk يعني رجاء ما تستخدموا الكلمات اللي بنستخدمها وقتا نبعط messages لبعضنا عبر الهاتف لانه هيدول الكلمات يعني الكلمات اللي فيها abbreviations اختصارات و acronyms ما بتمشي بالايميل لانه ما بنعرف شو هي خلفية الشخص اللي عم بيقرأ ومشاهدين بعد فيه خمس تبس اخرى خمس نصائح بدي قدملكم اياها بالنسبة للايميل لكن تحصل عليها وقتا تبعطونا انتو ايميل على انجليش اتقال داشوعد داتي في لقصر الوقت ولانه ما عنا وقت نقطع كل التبس فنحنا نطرين ايميلكم لتطلبوا موارد هيدا الحلقة وحلقات اخرى وهلأ انا وانتم نتوقف مع فاصل سريع فاصل ونواصل مشاهدين اهلا وسهلا فيكم من بعض الفاصل بصلي انه تكونوا عم تستمطع بحلقة اليوم اللي فيها مواضيع فعلا بحاجة لقلنا نحن بحياتنا اليوم لكن ايضا بذكركم قبل ما نكف بحلقتنا بالايميل اللي عم يقطع على الشاشة وهو انجليش اتقال داشوعد داتي في اللي فيكن ترسلونا عليه تحصلوا على موارد هيد الحلقة وحلقة اخرى وتبعطونا اسئلتكن وتعليقاتكن وهلأ بانتظار رسائلكم رح نكف انا وانتو بفقرة جرامر بحلقتنا لليوم مشاهدينا رح نكون عم نكف بسلسلة الريبورتت سبيتش او الانديريكت سبيتش اللي فيها منحكي كيف نقدر نحنا ننقل كلم شخص اخر باللغة الانجليزية بشكل صحيح منذكركم انه وقتا نكون نحنا عم ننقل الكلام ما فينا نستعمل كلمات المتحدث نفسها بل نحنا بحاجة انه نقوم ببعض التغييرات وهو الامر اللي رح نكون عم نحكي عنه بحلقة اليوم بحلقة ماضية حكينا كيف نحول statement لreported speech يعني نحول تصريح لreported speech او كيف نحول question لreported speech كيف نحول سؤال لreported speech بينما بحلقة اليوم رح نكون عم نحكي كيف نحول request طلب لreported speech كيف نحول طلب شخص اخر طلب اللي تكلم في شخص اخر لreported speech اول نقطة بحب ذكر كون فيها انه بالنسبة للpronouns بالنسبة للضمائر وبالنسبة للplace and time نحنا بحاجة انه نصلح بما يتوافق مع الجملة اللي نحنا عم نقولها مثلا اعطينا example انه اذا كانت الجملة she says my mom is busy يعني البنت عم بتقول امة مشغولة بتتحول الجملة لshe says her mom is busy تحول لpronoun من my mom لا her mom تنظل انه عم نحكي عن امة هي مش امة انا لا تبقى الجملة باللغة الانجليزية صحيحة وعندها زيت المعنى وايضا نحكينا على place and time expressions مثلا كلمة today يعني اليوم وتنكون عم نحكي بالindirect speech بتتحول today لthat day لانه عم نحكي ذلك اليوم ما بنعرف اي يوم عم بتم الحديث عنه وهو بالتأكيد مش يومنا هلا لكن بالحلقات الماضية وقتا كنا عم نحكي عن statement واع عن question إلا أنه بدنا نعمل شيء اسمه باللغة الانجليزية back shift يعني إذا الverbal اللي استعملناه كرميلة نعبر عن القول كان بالماضي لازم أنه نكفي جملتنا بالماضي وهيضا الأمر ما عليك ونتعتلو هم وقتا نكون عم نحكي بالنسبة لموضوع request لأنه بالrequest بتغير بتتغير الجملة لأنه sentences ما بتعود relevant ومنستخدم to plus infinite verb شو بقصد بحديثة رح أعطيكم بعض الأكزامبل لتفهموا كيفنا نحول direct speech وقتا نكون عم نحكي عن request لindirect speech مثلا she said say hello to your mom الجملة بتقول أنه هي قالت سلم على أمك تتحول لتصير she asked me to say hello to my mom say hello أو say تحولت لت to say to plus infinite verb وأيضا إذا بتنتبهوا مشاهدينا الجملة الأصلية كانت بالdirect speech حكيناها وقالنا say hello to your mom تحولت بالindirect speech she asked me to say hello to my mom طلبت مني أنه سلم على أمي غيرنا البروناون بما يتلائم مع الجملة بالنسبة لـ negative requests يعني للطلبات السلبية بنستخدم not to plus infinite verb مثلا he said don't give up bob يعني هو قال ما تستسلم يا bob تتحول وبتصير he advised bob أو هو نصح bob not to give up يعني بهذه الحالة أضفنا not to وحطينا الverb بالإنفينتف حطينا الverb بسيغطه الأصلية وتركنا متل ما هو فهيذا الأمر بيساهل علينا لأنه ما في عنا backshift وما عنا تغيير بالsentence أيضا مشاهدينا بدي أعطيكم بعض الكلمات اللي فيكن تستخدموها محل say يعني محل verb to say وقتا تكونوا عم تحكوا عن request مثلا بالrequest فيها نستعمل to tell أن يخبر to advise أن ينصح to ask أن يطلب أو to request مثلا she said say hello to your mom فيها تتحول she told me to say hello to my mom يعني هي طلبت مني أني سلم على أمي أو she asked يعني هي طلبت مني أنه سلم على أمي فإذا نقدر نستعمل أي واحد من هيدول الverb بحسب معنى الجملة وهلأ رح أعطيكم مشاهدينا بعض الأمثلة قبل ما أختم إذا بالdirect speech عندنا carol speak english نحنا عم نطلب من carol أنه تتكلم اللغة الإنجليزية بالreported speech بتصير he told carol to speak english يعني هو تطلب من carol أنه تتكلم الإنجليزية أيضا مثل ما انتبهت to speak تحول للverb للto plus infinite verb أو إذا كانت الجملة Ellie close the door behind you عم نطلب من Ellie أنه يغلق الباب وراءه بتصير الجملة she asked Ellie يعني هي طلبت من Ellie to close the door behind him أو إذا كانت الجملة سلبية Ellie don't close the door behind you بتصير she asked Ellie not to close the door behind him وهلا خلينا ما نسكر البيب على هذه الحلقة قبل ما نقطع أنا وياكم بفقرة EDM's فإذا المشاهدين وصلنا سواء على الفقرة الأخيرة من برنامجنا وهي الفقرة اللي منحكي فيها عن بعض التعابير أو العبارات الشائعة باللغة الإنجليزية لإلى معنى مجازة أبعد من المعنى الحرفي للعبارة أول اللي ديم رح أعطيكن اليوم هو blow a deal to blow a deal المقصود فيها أن يفسد شخص ما صفقة العمل أو أنه أنا أفسد صفقة العمل مثلا we are working hard so that we do not blow the deal with our new customer يعني نحن عم نعمل جاهدين لحتى ما نفسد صفقة العمل مع الزبون الجديد رح أرجع إقراها مرة تانية we are working hard نحن عم نعمل بجد so that لحتى we do not blow the deal with our new customer لحتى ما نفسد صفقة العمل مع زبوننا الجديد فإذا blow a deal أن يفسد شخص ما صفقة العمل to blow a deal أن يفسد صفقة عمل تانية أديم عنا اليوم هو bottom line bottom line هي عبارة بتعني آخر سطر والمقصود فيها بالمعنى المجازة معنا المعنى الأول النتيجة يعني المجموع اللي منحصل عليه وقتا نقوم بالحسابات مثلا وقتا من بعد ما فحصنا ومن بعد ما نظرنا لمجموع لنهاية لمجمل كل شي عملته هيدا الشركة ولا حساباتها قررنا أنه ما نستثمر فيها فإذا استخدمنا bottom line لتعني نتيجة عمل ما أو مجموع بالحسابات تاني معنى للإديوم bottom line هي مفاد الحديث بكامله يعني مختصر كل الحديث مثلا get to the bottom line already you've been talking for an hour يعني وصال لنهاية الحديث شو مختصر الحديث كله صار لك ساعة عم تحكي فإذا عبارة bottom line فيها تعني إما نتيجة عمل ما أو مجموع الحسابات أو مفاد الحديث بأكمله أو مختصر كل الحديث يلي عم ينحكى تالت إديوم رح أعطيكم إياها لليوم هي buy a long shot buy a long shot معناها باللغة الإنجليزية كإديم هو أنه مع فرق كبير أو اختلاف كبير مثلا our company beat out the bids of the other companies buy a long shot يعني شركتنا تغلبت على الشركات الأخرى أو ربحت على الشركات الأخرى بفارق كبير جدا يعني عم نستعمل buy a long shot لنقول أنه في فارق كبير كتير أو اختلاف كبير كتير مثلا this runner هيدا العداء one buy a long shot هيدا العداء ربح باختلاف كتير كبير يعني هو سبق الآخرين بفارق كبير بينه وبينه رابع إديم رح أتيكون لليوم هو piece of the action piece of the action يعني جزء من الحركة أو من النشاط والمقصود فيها أنه شخص بده يشارك بنشاط معين أو بالفايدة لمعقول تطلع من هيدا النشاط مثلا مثلا the inventor wanted a piece of the action from the new equipment that he had invented يعني المخترع the inventor كان بده أنه يكون يطلع له جزء من الفايدة للمعدات الجديدة اللي هو اخترعه فإذا نحن عم نقول أنه شخص wants a piece of the action يعني أنه بده يشارك بالفايدة المرجوة من أمر معين آخر إديام عنا يلا اليوم وهو خامس إديام هي عبارة red ink red ink يعني دين باللغة الإنجليزية وهي المقصود فيها اللون الأحمر اللي بيكون مكتوب على financial statement أو على التقرير المالي لشركة معينة فوقتا يكون شركة معينة has a lot of red ink يعني لها دين كتير مثلا the automobile company has much red ink because of the bad economic conditions فإذا هون عم نلقي اللوم على الظروف الاقتصادية الصعبة بالدين الموجود أو المحطوط على شركة السيارات فإذا مشاهدينا خلينا نراجع أنا وياكم لديمز اللي أخدنا هون لليوم نتأكد أنه في نيهون منيح to blow a deal أن يفسد شخص ما صفقة العمل فإذا to blow a deal يعني أن يفسد صفقة العمل bottom line هي الإديام اللي منستخدمه وقتبنا نعني أمر من اثنين النقطة الأولى هي أما النتيجة أو المجموع بالحسابات أو أنه منستخدم bottom line وقتبنا نحكي عن مفاد الحديث أو مختصر الحديث كله تالت أديام أخدناها هي buy a long shot ومنقول أنه شخص نجح أو تغلب على آخر بفارق كبير أو مع اختلاف كبير جدا وعطينا example عداء إذا runner يعني عداء شخص بيركد تغلب على الباقيين بفرق كبير منستعمل عبارة buy a long shot يعني هو ربح وفي فرق كبير بينه وبين المنافسين piece of the action هي الإديام اللي منستخدمه وقتا بدنا نقول أنه شخص بده يشارك بنشاط أو الفائد المرجوة من نشاط معين أو من أمر معين فإذا piece of the action يعني جزء من الفائد المرجوة من شيء معين وآخر إديام استعملناها وحكينا عنها هي red ink وred ink هي بتعني دين أو ديون ومأخوذة الفكرة من كلمة دين اللي بتنكتب بلون الأحمر على التقرير المالي لشركة معينة وأنا بصلي أنه ما يكون في عندكم ديون لكن أنتو بتدينوا لأنفسكم أنه تبعتولنا إيميل وتحصلوا على جميع الموارد لحتى تكفوا وتسيبروا بتعلم الإنجليزية وفيكن تبعتولنا على الإيميل ترسونا تحصلوا على موارد هيد الحلقة والحلقات الماضية مشاهدين أنا بشوفكم بالحلقة المقبلة ربيكم معكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر